أهلا وسهلا فيكم على قناتنا في كروتبخة مع أم أحمد إن شاء الله رح نعمل طبق كتير فخم بشهة تحلاية لرمضان بعد الفطور بنا نعمل الهريسة الفلسطينية بالبداية خلينا نحضر القطر القطر عنا هون أربع كاسات من السكر رح نضيف لهم ثلاث كاسات من الماء نحركهم على البارد وبنحطهم على نار متوسطة بعد خمس دقائق نضع لهم ملعقة من الليمون عصير الليمون إذا ما نوجد عندكم عصير الليمون فيكم تستخدموا حامد الليمون نتركهم بعد الغليان مدة سبع دقائق وبنحضرهم ندفع عندهم النار وبنخليهم ليكونوا جاهزين وباردين قبل ما نبلش بالوصفة خلينا نحطهم على النار وهيك بلش القطر يسخن عنا خلينا نحضر الوصفة بالنسبة للوصفة رح أحتاج عندي هون أربع أكواب من السميد الحبة المتوسطة نفس الكوب المعياري طبعاً أربع أكواب وصتنا كثير بسيطة مقاديرها سهلة الأربع أكواب من السميد رح نضيف عليهم كوب من السكر ورح نضيف لهم ملعقة من الخميرة ورح نضيف ملعقة صغيرة من البكينج بودر بنحركهم مع بعض مع أساس نحط عليهم الدهن الدهن عنا هون بنفس الكوب هذا المقدار رح نستخدمه خليط ما بين السمن البلدي طبعاً هو الأساس في هاي الوصفة هو اللي بعطيها النكهة رح نحط ثلاث ملاعق من السمن البلدي بهذا الكوب ونكمل عليه زيت نباتي يعني مقدارنا كله كوب من الزيت إحنا بنخلطه كيف ما بدنا ممكن إذا ما بتحبوا نكهة السمن البلدي تحطوا ملعقة واحدة وتضيفوا الجزء الآخر من الزيت هلأ رح نضيفهم على الوصفة اللي عنا ونحرك الخليط رح نخلي كل حبات السميد تدخل وتتغلغل في الزيت حتى تتفتح هون حركناهم قبل ما ندير الزيت على أساس يكونوا مختلطين كثير منيح شوفوا كيف عنا الدهن هون برضو خلطنا رح نضيفه ونخلطه مع السميد خلي حبات السميد كلها تتفتح بالزيت وتأخذ النكهة الطيبة من السمن بالنسبة لهاي الوصفة أنا بفضل فيها السمن البلدي لأنه عن جد بعطيها نكهة يعني رح من أول ما تبلش تنخبز رح تحسوا كأنه طعمها بشبه لكنافة نصحكم أنه تجربوها عن جد روعة هاي الوصفة بعد ما خلطنا كل السميد بالزيت نيجي لعملية العجن شو رح نعجن الهريسة اللي معنا رح نحط لها كوبين من اللبن يعني تقريبا 500 جرام من اللبن هون اختاروا اللبن ما يكون فيه حامض إذا عارفين أنه اللبن اللي عندكم فيه حموضة ممكن تعجنوها بلبن الشمينة يعني ممكن تستخدمي هون كوبايتين من لبن الشمينة إحنا هون رح نستخدم كوبايتين من اللبن بس بالقبل رح أفرجيكم ركزوا معي تطلعوا هون على حبات السميد تفتحت وكأنه كلياتها شاربة وإلها فترة بالزيت خلينا نضيف اللبن لدينا الكوب الأول نحرركه شوي طبعا أنت بالعين بتكوني عارفة كيف مقدار الخلط وكيف قوامها هلأ خلينا نضيف الكوب الثاني بتتجانس كل المكونات مع بعض وتسوع على شكل عجينة هلأ بفرجيكم كيف شكلها طبعا بيصير معنا يعني كوبين كافيات ولا رح تحتاج معك أي نوع من الماء شوفي كيف لما نتركها بعد هيك خمس دقائق لنحضر بس الصينية رح نحس إنه مسكت حالها وكان المقدار كافي يعني ممكن أنت تفكريها إنها سائلة لكن هي كثير مناسبة هاي الدرجة إلها من القوام خلينا نحركها كثير منيح هون ممكن تستخدم إيدك شوفوا عنا القطر هون القطر هون بعد ما نضيفناه لأ الليمون رح إحنا بعد ما تركناه يغلي لمدة خمس دقائق هون أنا حضرت الصينية الصينية اللي عندي رح أدهنها بلتحينة والزيت إنتوا إذا بتحبوا ممكن تدهنوها أصلاً بالسمن البلدي ع أساسي يعتنكها أقوى نعزز الطعام هلا هون بدي أدهنها أنا بلتحينة والزيت حاولوا إنكم تدهنوا الجوانب ع أساسي يجي أطراف الخبيز مشوية كثير منيح مش ملتصقة وبردو لتحين بتاع تناكها طيبة للخبيز ندهنها نستخدم الفرشاي نخلطهم مع بعض ندهنها نحضرها حتى الماد الهريسة هيك رح أدير الخليط وأمده هون تفردوه إذا بالإيد تفردوه أو بالسباتولا هلا بننهزها شوي للصينية حتى يتوزع الخليط على جميع المقدار اللي عنا ونبلش إنمد فيها هاي الحركة كثير مهمة إن أنا أهز السنية من جميع الجوانب على أساسي يكون الشكل متساوي شو رح أحضر عندي هون ملعقتين من القطر البارد كنت أنا محضرتهم من قبل رح أسوي فيها وجه الهريسة لإنه بتعطيها لمعة وبترتب السطح وبتسوي قبل ما أقطعها هلا هون بعد ما أدهنها القطر كل وجه السنية رح أقضي هون رح أقطعها بهذا العجال حاولت إني أغمس إترافه بالزيت النباتي مش رح أوصل للكعاب بشكل سطحي خفيف رح أقطعها أعطيها الشكل اللي أنا بدي إياه لإني رح أرجع أقطعها لبعد وهيك شي ترجمة نانسي قنقر بعد ما تقطعت هلا بدي أحط عليها أنصاف اللوز بالنسبة لللوز هون اختاروا نوعية يكون تعمها طيب بنحاول نغرزها بنفس الاتجاه حتى طعطي شكل حلو خلينا نكمل وأفرجيكم كيف رح تكون هلا هيك بعد ما خلصناها صارت جاهزة شوف شكلها شو مرتب ما شاء الله رح نحطها بالفرن على درجة حرارة 200 من تحت بس ورح نشوف كيف شكلها رح يكون بالفرن هلا بعد ما طلعناها لسه ما تحمرت على الآخر رح نرش عليها ملعاقتين من الزيت النباتي وأرجع أعلم على الحزوز حتى الشكل يظل محفوظ ممنح اشتركوا في القناة وزي ما حكت السكينة رح نرجع نعلم عليها لتجهز كلها بروح برجحها على الفرن على التحمير لمدة دقيقتين بظلني عندها أتبع بعد ما طلعت هيك بشكلها النهائي متحمرة رح أشربها القطر وأتركها على جنب لمدة ساعة حتى تشرب القطر وتأخذ شكلها النهائي وهيك بتكون وصفتنا جهزة بتمنى أنها تكون عجبتكم عن جد وصفة طيبة بتشرفك دام ديوفك جار بيها وصحة وعافية وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا لايك وأهلا وسهلا فيكم أشربها اشتركوا في القناة